ايه هي الدعاء؟ تمام؟ ايه هي الدعاء؟ انه يحاول كل مرشح اقناع الناخبين بان البرنامج الرئاسي الخاص به منضبط ويمكن ان يتحقق وواقعي وليس كلاما خياليا او وهميا وانما زي ما بنقول كده بلغتنا بقى في الشرطة وفي القوات المسلحة منضبط كلام منضبط ممكن ان يتحقق على الارض وبالتالي ممكن يستخدم الاجتماعات الحوارات وسائل الاتصال كل التقنيات الحديثة في انه يوصل البرنامج والدعاية الانتخابية لكي يقوم بتسكية نفسه امام الناخبين حلو طيب الاجتماعات العلم سيادتك الانتخابية دخل من ضمن القانون اللي بينظم الاجتماعات والمظاهرات السلمية منصوص عليه وبالتالي الاجتماعات الانتخابية لابد ان تكون بالكلمة منضبطة اللي انا بقول عليها مفهاش خلل يعني مفهاش شغب مفهاش امور تخرج الى العنف طبع دي دعاية طيب كل مرشح يعمل كل الدعاية بس في محظورات ايه هي اهم المحظورات يا استاذ يوسف اولا لا يجوز له استخدام لغة فيها تهديد للوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي لا يجوز له استخدام شعرات دينية فاكر طبعا الشعرات الدينية اللي كانت بتستخدم لا يجوز هذا بالمرة لا يجوز لا يجوز استخدام العنف او التهديد باستخدام العنف او التحريض عليه او التحريض عليه لا يجوز استخدام دور العبادة او الجامعات او المدارس لعمل دعاية انتخابية لا يجوز استخدام وسائل النقل للشركات الحكومية أو قطاع الأعمال أو القطاع العام في نقل المؤيدين كل ما هو مملك للدولة أو مؤسساتها المختلفة لا يجوز له أن يعطي وعد بهدية أو تقديم هدايا بمناسبة ترشح لا يجوز بالمرة دي من المحظورات لا يجوز له استخدام جدران المباني الحكومية لعمل رسومات أو كلام لتأييده كل دي من ضمن المحظورات في حاجة تانية الدعاية الانتخابية في تمويل انتخابي وفي مصاريف انتخابية وفي حد أقصى في الجولة الأولى أو ما نطلق عليه إذا ما لم يكن هناك إعادة 20 مليون جنيه والهيئة الوطنية للانتخابات من الأمور اللوجستية اللي عملتها والأعلنتها في المؤتمر الأول إنها خصصت بنكين أعلى بنكين في مصر البنك الأهلي المصري وبنك مصر للمرشحين يفتحوا حسابات فيه ويتم متابعة الحسابات والإنفاق على إيه وإيه وإيه وفي جولة الإعادة إذا كان هناك جولة إعادة خمسة مليون جنيه حد أقصى ويمكن التبرع بحد أقصى اتنين في المية يعني لو سيادتك حسبتها لعشرين مليون التبرع بحد أقصى بربعمائة ألف جنيه من الأشخاص الطبيعيين المصريين يبقى شخص مصري طبيعي يعني مش مؤسسة أو هاي مش شخصية اعتبارية مش شخصية اعتبارية دي كلها لو خرج أي حد عليها تبقى محظورات للدعاية الانتخابية الصمت الانتخابي عندك إحنا صمت انتخابي قبل المصريين اللي في الخارج يعني 29 نوفمبر وعندك صمت انتخابي يعني 8 ديسمبر للمصريين اللي في الداخل عند التصويت قبلها بـ 8 و 40 ساعة افرد حد خرج الصمت الانتخابي او حد عمل محظورات من اللي انا قلتها لسيادتك يا استاذ يوسف يحصل ايه ان الهيئة الوطنية للانتخابات بتقوم بابلاغ المحكمة الادارية العليا ودي اعلى محكمة في مجلس الدولة المصري وبتقوله ان في مخالف الدعاية الانتخابية للمرشح فلان الفلاني وبالتالي تقول الدعاية الانتخابية من فلان الفلاني عبارة عن ايه واحد اتنين تلاتة عشر المحكمة الادارية العليا على وجه السرعة بتستدعيه وتسمع اقواله وتفند اقواله وتشوف كل المستندات اللي مقدماها الهيئة الوطنية للانتخابات وبالتالي تقرر هل هي صحيحة ام غير صحيح هل يستكمل الصباق ام يتم شطبه طب الصمد الانتخابي ده ايه يعني اعتقده شيء برضو بلغ التعقيد يعني كل المرشحين هيبقى لهم الدعاية بتاعتهم ابسطها هقول اللافتات اللي موجودة طب قبل 48 ساعة من من المرشحين هيبقى قادر على انزال كافة اللافتات وجمع كل انواع الدعايات بحيث انه تبقى مصر خالية من اي شكل من اشكال الدعاية مش هيشيل الدعايات لكن مش هيعمل مؤتمرات ولا حوارات ولا ييجي ولا يقدر ولا طبعا وسائل الاعلام تقدر انها تستضيف فلان او فلان وهي عارفة ان في صمت انتخابي حلو وبالتالي لن يستطيع عمل مؤتمر ولا التحدث في وسط ناس او ما الى ذلك لا يجوز له لكن الصمت الانتخابي ممكن حتلاقي اللافتات وما الى ذلك موجودة البنرة موجودة طيب في التلات دائق اللي فضلين للأسف في التلات دائق دول بقى ايه هي الحاجات التي سوف يعاقب عليها القانون وبشدة وصرامة المحظورات كلها سواسية يعني هتعمل عنف او تقول انا ههدد بالعنف لو ما عملتش كذا في اللجنة هعمل كذا وحاجب لكو كذا وكذا وكذا ده تهديد بالعنف ممكن يتم شطبك ترفع شعارات الدينية او اساءات يتم شطبك يظهر لك بادلة ومستندات انك استخدمت دور العبادة مساجد وكنائس ووضحت بنارات ووضحت اعلانات وما الى ذلك ممكن يتم شطبك استخدمت جدران المباني الحكومية ممكن يتم شطبك وبالتالي كلها بوطقة واحدة والعقاب فيها شديد يعني ايه العقاب فيها شديد محكمة دارية عليا ممكن يعني ايه شاب مرشح يعني انت كنت لا تستحق ان تدخل الصباق الرئاسي من اوله يعني انت مش جدير انك تمثل الشعب المصري لان دي انتخابات رئاسية او انت مش جدير انك تبقى مرآة صحيحة واضحة سليمة للشعب المصري وانما استخدمت العنف وهددت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او مش كل دول مع بعض او عملت اي حاجة من دول اه اي حاجة منهم وبالتالي انا شايف ان الامور ستسير بطريقة سليمة عندك الهيئة الوطنية للانتخابات يا استاذ يوسف من الالف الى الياء من قاعدة بيانات الناخبين حتى اعلان النتيجة اعلان النتيجة امتى 18 ديسمبر 20-23 طب افرد مفيش حد من المرشحين حصل على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة يعني فوق ال 50% يتم الاعادة بين اعلى 2 واخدين اصوات ويتم الاعلان ساعتها في 16 يناير عن الجولة النهائية الاعادة فيوم 16 يناير يعلن الفائز او 18 ديسمبر او 18 ديسمبر يا رب يا مساكل